أكثر سؤال يتردد علي شو أفضل طابعة ثلاثية الأبعاد ممكن أشتريها؟ واليوم بجاوبكم على هذا السؤال وبركز فقط على الطابعات الجاهزة Plug-in and Print يعني طابعة جاهزة فقط عليك إجراء بعض الخطوات البسيطة وتوصلها بالكهرباء وتشتغل الطابعة وتعمل جميع أنواع المعايرات بشكل تلقائي وكل اللي عليك تسويه هو تعطي الأمر للطابعة وهي تبدأ بالطباعة ونظام التقييم بيكون من الأفضل إلى الأدنى وبقسم الطابعات لنوعين المكشوفة والمغلقة نبدأ بالطابعات المكشوفة لطباعة مواد مثل PLA, PETG و TPU أفضل طابعة بالنسبة لي هي Bamboo Lab A1 و A1 Mini تتميز هذه الطابعات بالمعايرة التلقائية وسرعة وجودة الطباعة وإمكانية الطباعة الملونة وحجم طباعة يصل لـ 25 سنتيمتر مكعب بعدها اتي طابعة يديدة من Creality هي Ender 3 V3 Core XZ تتميز بسرعة وجودة الطباعة وسهولة الاستخدام وبحجم طباعة توصل لـ 25 سنتيمتر مكعب ولها وكيل عندنا لأغراض الضمان والصيانة ويعيبها وجود مشكلة في معايرة Input Shaping وبينزل منها Ender 3 V3 Plus بحجم طباعة أكبر بعدها تيجي طابعات Anchormake M5 و M5C وحدة فيها شاشة التحكم والثانية بدون تمتاز بالمعايرة التلقائية وسرعة وجودة الطباعة وسهولة الاستخدام للمبتدئين عيبها من وجهة نظري هو استخدام Polylinear Bearing في المحاور واللي تحتاج معايرة وتتآكل مع الوقت بحكم الاستخدام والحين إني للطابعات المغلقة أفضل طابعة مغلقة عندي هي Bamboo Lab P1S صحيح إن X1 Carbon أفضل بالمواصفات مثل وجود شاشة ونظام ذكي لمراقبة الطباعة وغيرها ولكن برأي الشخصي هذه المواصفات يمكن الاستغناء عنها لأنها ما تأثر على سرعة وجودة الطباعة والحلو في P1S إنها أرخص وسرعة وجودة الطباعة نفس X1 Carbon وصحيح الشاشة أصغر وإمكانياتها محدودة ولكن تقدر تعوضها باستخدام تليفونك أو الكمبيوتر للتحكم ومراقبة الطابعة وهذه الطابعة صارت الرقم واحد في مجال 3D Printer Farm للاستخدام التجاري وأنا أعتبرها أفضل طابعة اشتريتها وتجي منها نسخة P1 المكشوفة بمواصفات أقل وسعر أقل أما إذا ما عندك القدرة لشراء بامبولاب P1S وتبغي طابعة مغلقة عندك طابعة Creality في أت K1 Creality K1 و K1 Max تطبع جميع المواد وتم حل أغلب المشاكل اللي فيها إلا رنجينج بسبب معايرة Input Shaping ويقولون تم حلها في النسخة الحديثة K1C والتفوق الوحيد لكريالتي على طابعات بامبولاب هو حجم الطباعة في K1 Max فحجم الطباعة في K1 Max هو 300 سنتيمتر مكعب وكريالتي بتصدر طابعة جديدة Creality K2 بحجم طباعة 350 سنتيمتر مكعب وبطباعة ملونة وفي النهاية وبكل صراحة إذا عندك القدرة على شراء طابعات بامبولاب فهي أفضل طابعات شخصية في الوقت الحالي من ناحية سهولة الاستخدام والجودة وإذا ما عندك القدرة فالطابعات الثانية اللي ذكرتها تعطيك نتيجة مرضية بعد وإذا أحد عنده تجربة مع طابعة أو عنده مقترح لطابعة لا يبخل علينا ويحط في التعليقات وشكرا على المتابعة